خلينا نذهب إلى وقفتنا الأولى وزوائل المراسلين من لبنان والزميلة رينا دواهي اسعى صباحك رينا ومسيرة درب جبال لبنان داما لضحايا الاكتئاب ما هي التفاصيل؟ نعم صحيح يعني انتهت قبل قليل المسيرة السنوية للوقاية من الانتحار هذه المسيرة التي حصلت في إهدن شمال لبنان خلافا للسنوات العشر الماضية التي كانت تجري فيها في بيروت عند الكورنيش البحري نحن وكبناها ومشينا مع مئات من الناس قبل بزوغ حتى الفجر يعني كنا جاهزين على الساعة خمسة فجرا قبل طلوع الضوء وفي ذلك دلالة أيضا يعني لأنه بعد كل عتمة فجر جديد وأمل جديد مشى المئات هنا لكيلومتر واحد على ضوء الشموع لتوعية من الانتحار لتوعية على أهمية الدعم النفسي أيضا خاصة أن في لبنان الأرقام وصلت إلى حد مقلق نتحدث عن 170 حالة انتحار في لبنان سجلت عام 2023 وذلك بزيادة نحو 40% عن العام الذي مضى وعن محاولة انتحار كل 6 ساعات هذا ما دق نقوس الخطر وجعل الجمعيات تتأهب للمساعدة قدر المستطاع خاصة وأن الطب النفسي يعني يحاول أن يأخذ الانتحار في كل حالة يعالجها في كل حالة على حدة إلا أنه أجمع عنه السبب الأكبر وخاصة بعد الإحصاءات التي حصلت في لبنان تعود إلى الأزمة المعيشية والاقتصادية وخاصة عند الشباب الذي يجعلهم يعني غير رضون عن أنفسهم وغير قادرين على تحقيق ذاتهم إضافة إلى اضطرابات نفسية أخرى قد تسجل من هناك أيضا كانت هناك جهود جمعية إمبريس وهي جمعية تعنى بالصحة النفسية التي وضعت مع وزارة الصحة اللبنانية منذ عام 2017 خط ساخن هو بمثابة خط الحياة يتنوب عليه متطوعون على مدى الساعات وعلى مدى أيام الأسبوع للرد على اتصالات الناس ويسجلون حوالي ألف اتصال شهري يعني ألف اتصال لأشخاص يشكون من أفكار انتحارية من اضطرابات من بعد الاكتئاب ويحاولون يعني معالجتهم هم الذين يعني تدربوا على الإصغاء على محاولة التدخل وعلى وصلهم بالجهات المعنية التي تحاول دعمهم بصورة أكبر بالفعل يعني مسيرة لتسليط الضوء على هذا الجانب المظلم صراحة والضحايا وانت شاركت فيها بنفسك رينا وهذا شيء عمل جميل أو نبيل خلينا نقول أيضا شكرا لك رينا وشكرا لوجودك نعم وكان مفاجئا يعني عدد الناس مع ساعات الصباح الأولى خاصة وأن اليوم العالمي للانتحار هو في العاشر من أيلول البعد أي بعد يومين الناس هنا تركوا رسائل على الشموع رسائل على هذا كما جرى إطلاق للبالونات البيضاء في سماء المنطقة مع بوزوغي الفجر مؤسفة جدا يعني تزايد هذه الظاهرة خاصة بين الشباب حقيقي حقيقي يعني صراحة واليوم العالمي للانتحار الله يستر الله يبعد عننا لا يكون هذا توعية لهم يعني نتمنى لجميع السلامة شكرا لك رينا شكرا لوجودك معنا اليوم